هنا غاب التعليم الأكاديمي وحضرت بقوة الموهبة الفطرية فالفنان أحمد حسن سخر الحجر والطين وأبدع بتجسيد الشخصيات التاريخية بهدف إظهار جمال وثقافة المدن السومرية القديمة للعالم بدأت فنان فطري بشبه يعني فنان بداي ما عرف القياس بس ساعدنا الرجل محمد بن خالد الرحال بن ناحات العراق علمنا النسب والقياسات والتكبير والصب كلها من نفقة الخاصة وهذا البيت خصص تكورش للمحافظة يعني أشتغل بأعمال وهدي للمحافظة هذا أجمل حلم كان عندي أشوف الآثار العراقية موجودة بالشارع العراق وعلى الساحة العراقية الأعمال الفطرية تكون عادة فيها لمسات فنية لأنه الفنان الفطري يأتي القضية ليس عن طريق الدراسة الأكاديمية أو الكسب أو المعيشة أو تضعه الظروف فيها إنما هو يذهب إليها طائعاً تاريخ العراق القديم يعاد من جديد فقام أحمد النحات بإنشاء تمثالين لإثنين من أشهر ملوك العالم القديم الأول أورنمو موحد دولات المدن وصاحب أول شريعة قانون بالتاريخ والآخر كوديا منظم أول شبكة للري والبزل وشيد العديد من المدن والمعابد القديمة أصبح الحلم حقيقة لتمثالي جوديا وأورنمو على بوابة متحف الناصرية يعطن هيبة ويعطن عظمة إلى متحف الناصرية والزائر لأنه أغلب دول العالم تعرف من هو جوديا ومن هو أورنمو الذي هدو للإنسانية أسس المعرفة والعطاء والعلم والقانون الأول والمعرفة الأولى النحات الشاب سوف يقدم هذين التمثالين كهدية يوضعان في متخل متحف الناصرية الحضاري بأدوات بسيطة وأنام الفطرية استطاع هذا الفنان أن يسخر الطينة والحجر ليساهم بنشر ثقافة بلاد واد الرافدين من مدينة الشطرة شمال الناصرية لؤي الرفاعي العراقي الإخبارية